بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماء إذن سلام الله عليكم لازلنا مستمرين في شرح القانون التجاري اليوم سنتناول الأعمال التجارية إذا رجعنا للمادة واحد من مدونة التجارة سنجد هذا نص أن هذا القانون يعني القانون 1595 بمثابة مدونة تجارة ينظم العلاقات بين التجار والأعمال التجارية فإنه هو المقصود بالأعمال التجارية الأعمال التجارية كانت لسدي الأصناف كان الأعمال التجارية الأصلية والأعمال التجارية التبعية يعني الأعمال التجارية التبعية المنصوص عليه في المدى 10 اللي جافي بأنه تعتبر تجارية كذلك الواقع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته إذن فالتاجر يقوم بمجموعة الأعمال بمناسبة تجارته فتصبح هذه الأعمال تابعة للأعمال التجارية وعموما قد نجوم بطرق هذا المسألة من بعد إذن قلنا فالأعمال التجارية بالتبعية لماذا تسميت بالتبعية؟ إما بتبعيتها لواحد أو أكثر من الأعمال التجارية الأصلية أو لقيام تاجر بها وتعلقها بشؤونه وكان عندنا الأعمال التجارية المختلطة اللي جات في المادة الرابعة من مدونة التجارة وهي الأعمال التي تكون تجارية في جانب ومدنية في جانب آخر والأعمال التجارية الأصلية تقسم إلى أعمال تجارية بطبيعتها وأعمال تجارية شكلية الأعمال التجارية بطبيعتها نضمها المكسرية في المواد 6.7 من مدونة التجارة والأعمال التجارية الشكلية نص عليها المتجارية في المادة 9 إذن هل هناك فرق بين الأعمال التجارية والنشاط التجاري؟ إذن قبل أن نشوف الأعمال التجارية أجل نميزها على النشاط التجاري إذن نعم هناك فرق فالعمل ينظر إليه بمفرده بذاته ويعتبر عمل تجاري ولو تم لمرة واحدة أما النشاط فهو مجموعة الأعمال المتعددة والمتكررة فلا يمكن اليوم أن نتحدث عن عمل تجاري إذا تم مرة واحدة لا بد ليكون تجاري أن يأتي على شكل نشاط عن النشاط التكرار والاعتيات أي نشاط يجب أن يكون فيه التكرار والاعتيات بالرجوع للمادة السابة من مدونة التجارة نجد أن المشترع المغربي كان ينص أهل 18 نشاط تجاري وبالتعذي قانون 89-17 فقد تم إضافة عقد التوطين إلى حضيرة هذه الأعمال لتصبح 19 نشاطا زائد نشاطين اثنين تحدثت عنهما المادة السبعة يتعلق الأمر بالأنشيطة البحرية والجوية إذن السؤال هل هذه الأعمال التجارية الواردة في المواد المذكورة يعني المواد السبعة هي على سبيل الحصر أم المثال إذن جواب هذه الأعمال الواردة في المواد السبعة مذكورة على سبيل المثال وليس الحصر لأنه لا يمكن أن نتصور أن نحصر الأعمال التي تدخل في خانة الأعمال التجارية لمرونة هذا المجال ولقابليته للتغيير دائما بالتحولة الاقتصادية فدائما ما نجد أعمال تجارية جديدة والأهم أن المادة 8 من مدونة تجارة أجابتنا على هذا السؤال حينما نصصنا الأنشطة الواردة في المادة 6 و 7 هي على سبيل القياس والمماثلة إذن سؤال آخر لماذا سميت هذه الأعمال التجارية بطبيعتها الأصلية لأن القائمة بها إن مارسها على سبيل الاعتياذ والاحتراف ولحسابه الخاص يكتسب صفة تاجر إذن هذه الأعمال اللي هم في المادة 6 و 7 إذا مارسهم تاجر على سبيل الاعتياذ والاحتراف ولحسابه الخاص يكتسب صفة تجارية وسنحاول نوزع هذه الأنشطة ونصنفها تصنيفاً اقتصادياً كما فعل الأستاذ أو الدكتورة رحيم شمعه إلى ثلاث أنشطة أو مجالات رئيسية الأستاذ شمعاق السما إذن يرجع وكن نصيحة للطلبة عودوا لكتاب الدكتور عبد الرحيم شمعاق يقرأوا كتاب الدكتور فؤاد معلال في القانون التجاري يقرأوا كتاب الدكتور شكري سباعي المادة التجارية فيها الكثير من المؤلفات التي تغنيكم وتكون لكم صورة واضحة إذن نعود إلى تقسيمات التي سنسناولها الأعمال التجارية إذن هذا التصنيف هو تصنيف اقتصادي هناك أنشطة توزيع أنشطة الإنتاج وأنشطة الخدمات إذن نبدو مع أنشطة توزيع أول نشاط الشراء بنية إعادة البيع أو إعادة التأجير إذن لكي يكون هذا النشاط التجاري لابد من ثلاث شروب القيام الفعلي بعملية الشراء جوج نية إعادة البيع أو التأجير ثلاثة نية تحقيق الربع إذن نبدو بقي القيام بالشراء إلى بعد سيارة بلا منشريها فهذا العمل ما يمكنش نعتبره عمل تجاري مثلاً وردتها أو هدها لي شيء واحد أو حصلت عليه عن طريق الهيبة لأنه عنصر الشراء لم تحقق شيئا هنا ومن اللي نقول الشراء فنقصده به المفهوم العام أي كل مال آلة إليك بطريقة عواضية ليس ضرورة تشري شيء بالنقود تقدر تشريع عن طريق المبادلة تعطيه بي سي هو إعطيك سمارتفون إذن فعنصر الشراء مهم للتميز العمل التجاري عن العمل الإنتاجي الفكري والعمل الزراعي وعن المهن الحرة وعن الوظيفة العمومية إذن الشراء لا يمكن أن يكون في الإنتاج الفكري الإنتاج الفكري هو عمل مدني لماذا؟ لأنه الشخص يخدم الملكة الفكري ومخدم الدهن والعقل وليس يبدأ علينا كذلك المهن الحرة فالمحامي والطبيب يبدل لنا واحد المجهود معرفي لأنه يتقاعد الأجر وليس يشري بش يبيع وليس يباح التاجر التاجر يشري لي بيعي إذن هذا هو العنصر الأول في النشاط الأول القيام بشراء المحامي كما قلنا يستخدم الخبرة دياله في سيئة المذكيرات والمقالة ولا يقوموا بشيرائها ممكن تقول لي أن الفلاح والرسام ممكن نعتبرهم تجار لأنه راح تلمزارع كيزرع وكيحرت وكيبيع احتى هو كيشري البوضور والإسم ذا في النهاية ديالسنة كيبيعهم كيبيع المحصول دياله ممكن نعتبر العمل اللي كيقوم بها عمل تجاري لأنه شراء وباعي لآخر إذن فكذلك الأمر بالنسبة للرسام ورغم أنه يشتري القماشة والخشبة والصباغة ويرسم اللوحة ويعود فيها البيع يعني يشتري لنا قماشة ويشتري لنا الخشب ويشتري لنا الصباغة الزيتية ولكن الجواب دياله ديالإشكال ونظرية للصغراق كما يقول أستاذ شمعة فذك الشي اللي يشتري الفلاح من الموضور هو تانا ومقارنة بالعمل اللي كيبيدله خلال السنة لذلك فعمل المزارع هو عمل مدني كذلك الأمر بالنسبة للرسام الرسام كيبيدل واحد المجهود فكري إبداعي باش يصاب لنا واحد العمل فني إذن وهكذا فالشرط الأول واضح أن يقوم شخص بالشراء بنية البيع واحد الإشارة بالنسبة للصيدلي فهو يعتبر تاجر بعد صدور القانون 1595 وتنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 فهو يقوم بالتوسط بين شركات الأدوية ومسالك بالإضافة إلى عنصر المضارضة إذن نمر للشرط الثاني نية البيع على الحالتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى يعني على حالته يعني شريت توب تعودت بعته كتوب يعني ما غيرت فيه والو زيت فيه غير شوي ذالتامان وبعته شريت توب بشرين درهم وبعته بخمسة بشرين درهم أو تغيير يعني شريت توب وحولته لملابس إذن ملاحظة يجب أن تتوفر نية البيع عند الشراء الأول أنه عند قيام شخص بشراء شيء للسهلاك الشخصي ثم تبين أنه تبين له أنه لا يحتاجه فقام ببيعه مثلا أنا شريت واحد الحاسوب باش نخدم فيه مثلا البحوت ديالي أنا طالب شريت حاسوب نخدم فيه البحوت ديالي ولا غير ديالي ولكن في الأخر تبين بأن المواصفة ديالي الحاسوب لا تناسب ذك الشلي فأنا قررت نبيعه إذن هذا عمل مدني لأن نية البيع لم تحضر عند عملية شراء والعكس إذا اشتريت بضاعة بنيتي تمكن من ذلك فهذا العمل التجاري لأن المشرع لم يشتر تحقق عملية البيع إذن هذه ملاحظة مهمة إذا اشتريت بضاعة بنيتي بيعها ثم لم تتمكن من ذلك فهذا العمل التجاري لأن المشرع لم يشتر تحقق عملية البيع الشرط الثالث يتعلق بنية تحقيق الربح إذا انتفت نية تحقيق الربح فهذا العمل هو عمل مدني مثال واحدة الجمعية كتشتري متوجات بنية إعادة بيع إذن هي عند نية إعادة البيع ولكن الأرباح التي ستحققها ستستغل لأعمال خيرية واحدة الملاحظة هو أنه بالنسبة لهذا النشاط دي الشراء بنية البيع أو إعادة تأجير يعني كتشري شي حاجة باش تعود فيها البيع أو كتكريها كينصب على المنقولات وعلى العقارات غير هو بالنسبة للعقارك يختلف على المنقول في أن إعادة تأجيره يعني كراء دياله تعتبر عمل مدني عكس المنقول الذي يعتبر عمل تجاري سواء تعلق الأمر بإعادة بيعه أو إعادة تأجير لأن المشرع في الفقرات لا تعمل لما دست ذكر شراء العقارات بنية بيعها على حالها وبعدة غيرها ما ذكرش التأجير ولما كيعرش المنقول فالتعريف دياله هو كل شيء يمكن أن نقله من مكان إلى آخر دون إحداث تلف فيه أو تغيير في هيئته إذن المنقول هو كل شيء يمكن أن نقله من مكان إلى آخر دون إحداث تلف فيه أو تغيير في هيئته إذن واحد الكتاب لحولته من هنا إلى هنا ما غير يجرع عليه تشي تغيير إذن فالكتاب هو منقول الهاتف كذلك منقول والمنقول ممكن يكون معنوي ليس غير مادي بحال أصل التجاري هو منقول معنوي براءة الاختراع منقول معنوي أما العقار فهو كل شيء لا يمكن أن نقله من مكان إلى آخر دون إحداث تغيير فيه في هيئته لا يمكن أن نقله دار من بلاس الخرى إلا لغيرنا في هيئة دياله لا يمكن أن نقله جسر لا يمكن أن ننقل واحد شجرة معينة دون أن نغير فيها إذن النشاط الثاني النشاط الثاني النشاط الثاني هو اكتراء المنقولات المادية والمعنوية من أجل إكرائها من الباطن إذن هذه جاتف المادة استكدالك إشنا هو الكراء من الباطن هو أني نكري واحد الحاجة ونعود نكريها يعني لمكتري يقوم بإكراء ما اكتراه من شخص آخر أنت كتكري عفوان تؤجر واحد مثلا واحد البدلة وكتعود تؤجرها أنت الشخص آخر ولكن مقابل واحد للربح معين وهذا النشاط خصت توفر فيه مجموعة من الشرور ضرورة القيام بعملية كثيرة المنقول يعني الشخص الذي يقوم بإكراء المنقول يملكه لا يعتبر بداية لهذا النشاط يعني ضرورة كثيرة نية إكراء هذا المنقول من الباطن فقط تتحقق نية حتى لو لم تتحقق عملية الكثيرة ثلاثة إنصباب الكراء الأول والثاني على منقول يعني الأمر هناك يتعلق بمنقول سواء مادي سيارة قلم حاسوب أو معناوي أصل ترع أما العقار فاكتراؤه تم إعادته إكراءه يعتبر عمل مدين كما سبق وقلنا والشرط الرابع هو نية تحقيق الربح إذن سألنا من الشق الأول ندوز الشق الثاني ننتقل إلى أنشطات الإنتاج إذا عدنا الأحكام المادستة سنجدنا المشرع يتحدث عن أربع أنشطة نشاط الصناعي والحرفي طيبع ونشر بجميع أشكالها تنقيب علمات الناجم والاستغلالها البناء والأشغال العموميين إذن نشاط الصناعي والحرفي هو كل نشاط يعمده فيه إلى تحويل مواد من هيئتها الخام الأصلية إلى مواد قابلة للسلاك والسعمال بحال مثلا الخام تستخرج واحد الحجر معين تبدل فيه إذن يشترك نشاط الصناعي مع النشاط الحرفي في مسألة واحدة هي تحويل مواد الخام إلى مواد قابلة للسلاك سوى الصناعة سوى الحرفاء تشابه لنا في حاجة واحدة هما أنهم يساهمون في تحويل مواد الخام إلى مواد قابلة للسلاك فالحرفي يأخذ لنا ناجل و يحول لنا الوحد البلغاء و يحول لنا الوحد اللباس أو الوحد الحذاء كذلك المصنع يقوم بتحويل مواد أولية إلى مواد قابلة للسلاك هذا من أمثلة هذه الأنشاطة لإن تشغيل نصص النشاط الصناعي والحرفي ينطبعه النشر بجميع أشكاله ودعاميها إذن هنا نستثني الصحف والمجليات التي لا تهدف التحقيق ربع مثل الصحف التي تصدرها الأحزاب والجمعيات والمجليات التي تصدرها الجامعات إذن بعض المرات كتلقى واحد الحزب السياسي ندير واحد جاردة معينة كم الأمر بالنسبة للاتحاد الشراكي عنده جاردة حزب الاستقلال عنده جاردة العلام حزب العذل والتنمية عنده جاردة تجديد هما لا أعلم أن الجاردة ما بقي من اللم ويما نحن نعطي أمثلة كذلك بعض الجامعات جامعة محمد الخاميس بالرباطة جامعة الحزن الأول بسطات هذه الجامعات عندها واحد المجليات دولها إذن هذه المجليات ورغم أنها مجليات ولكنها لا يمكن نعتبرها التدخل في إطار العمل التجاري لأنها لا تسعى لتحقيق الربح إذن قلنا فرغم حتى أن الجامعة مثلا تقدر تبيع المجليات ديالها في معرض الكتاب أو التي تقوم بوضع بعض الإشارات للإعلانات في هذه المجليات في هذه الصحف فالمقابل كيكون مبلغ مالي ولكن الهدف هو تغطية ديال المصارف الطباعة والنصر وليس الربح إذن كذلك نستثني المنشورات التي تطبعها هذه الدولة مثل الجريدة الرسمية فهي لا تدخل ضمن الأنشاطات التجارية المتعلقة بالطباعة والنصر من أنشاطة الإنتاج كذلك عندنا تنقيب عن المناجي مستغلالها وكين البناء والأشغال العمومية بحل حفر الأنفاق، بناء السدود، بناء القناطر الآن ننتقل إلى أنشاطات الخدمات المادة السطا أشارت إلى 11 نشاط من أنشاطات الخدمات لسيغفيس يعني ماشي كتبيع ماشي كتشري كنقدمولك واحد الخدمة مثلا النقل سواء بضائع أو أشخاص سواء كان نقل بري أو كان نقل جوي أو بحري فهو كيخضع لمدونة التجارة ويستثنى من تجارية هذا النشاط أعمال النقل التي تقوم بها جمعية الأعمال الشمعية لفائدة الموظفين تقدر بعض المرات تبلك جمعية الأعمال الشمعية في الوزارة العدل أو جمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة الصحة يقومون بنقل موظف كتاب الطوط أو الممرضين إذن هذا النقل لا يمكن أن نعتبرها عمل تجاري كذلك من أنشاطات الخدمات التي نصت عليها المادة السطا كان البنك والقرد المعاملات المالية كان لدينا أنشاطات تأمين بالأقصى التابتة بحل تأمين تبادلي أو القائم على الشراكات فلا يدخل دائما العمل التجاري لا سننسى هذا هو تأمين تبادلي يقوم على الشراكات مجموعة من الأشخاص يشتركون من أجل أن يؤمنوا على أنفسهم إذن هذا لا يدخل ضمن أنشاطات تأمين بالأقصى التابتة كذلك الوسطاء السمصار والوكال بالعمولة تدخل ضمن الأنشاطة التجارية والوكال بالعمولة هو من يتعاقد بإسمه الشخصي وللحسابي الغير أما السمصار فدوره يقتصر على البحث عن شخص يتعاقد مع عميله ثم عندنا مكاتب الأصفار والوكالات الأعمال الشهرية فهم يقدمون الخدمات لعملائهم عبر مساعدتهم على تسيير وإدارة أموالهم أو القيام بإجراءات قانونية لدى الجهة الرسمية مقابل أجر إذن هذا هو واحد للخدمة هو سهو سيرفيز ستا أنشطات البيع بالمزاد العلني إذن العام الإداري والقضائي لا يعتبر نشاطا تجاريا ما الذي نقصده هنا بالبيع بالمزاد العلني فهي المؤسسات والمقاولات التي يكونون نشاطها المزيدة على ثمن بضعة معروضة إلى أن يرسوه بالبيع لفائدة الشخص الذي يقدمه أعلى ثمن مثل بيع ملابس النجوم أو غيره أعمال مزايدة كيف تشوفه في أوروبا كي تلقى واحد المزاد العلني الذي يبيع مثلا قميص وموقع عليه من الطرف مثلا لعب مارادونا ولا بيولاي ولا كذا إذن هذا النوع من المزايدات كانت تلقى مثلا لوحة أتارية أو لوحة تحفة فرعونية معروضة في المزايدة إذن هذا الشركة اللي دارت لنا هذا المزاد تهيئة كتسعى الربح ولكن بالنسبة للي تتقوم به الدولة بحل الجماري كل المحكمة فلا يعتبروا تجاريا بحل الجماري بعض المرات يصدروا بعض المنتوجات أو يصدروا بعض الأمور ويصدروا مزاد علاني للبيع إذن هذا لا يدخل دائما الأنشاط التجارية استغلال مستوضعات والمخازن العمومية هو سابع نشاط من أنشاطات الخدمات مستوضعات والمخازن فهي أماكن اتخذها مالكوها لتخزين بضاعتي شخصين يرغبون في ذلك مقابل أجر بحل فرق هوات اللي يتخزين فيهم الخضار والفواكه أو السامك نشاط الثامن هو أنشاطة التزويد بالمواد والخدمات هو التعاهد الصادرة من قبل المتعاهد بتقديم أشياء محددة بكيفية مستمرة لصالح المستفيد المواد بحل مأكولات للإلبيسة والخدمات بحل التزويد بالإنترنت أو الهاتف كذلك نشاط التاسع هو الملاهي العمومية هي محلة تتفتح في وجه العموم بهدف الترفيع بحل الصبق الخيل صبق الكلاب السيرك ثم عشرات توزيع الماء والكهرباء والغاز والبريد والملاحظ بأن الدولة كانت تشد هذه القطاع ولكن قد قامت بتفويته للشركات الخاصة في إطار تدبير المفوض هذا الشيء سيكون قريته في مادة النشاط الإداري ثم أحد النشاط الإداري ثم أحد عقد توطين قلنا هو من أن شيطان مستجدق الذي تم إضافته مؤخرا إلى المادة استق بموجب القانون سبعة وثمانين سبعتاش ويعد توطين مقاول عقدا يضع بمقتضى شخص ذاتي واعتباري يسمى الموطن لديه مقره الاجتماعي أو مقر مقاولته رهنا إشارة شخص آخر ذاتي واعتباري يسمى الموطن لإقامة مقره مقاولته أو مقره الاجتماعي حسب الحال إذن هنا حاولت أن أعطيكم تعريف للأقد توطين بالنسبة للأعمال التجارية الشكلية فهي الأعمال التي تعد تجارية بصرف النظر عن المادة ستة وسبعة ونصت عليهم المادات سعود من مدونة التجارة كان الكمبيالة تعتبر شكلية سوى أبرامها مدني سوى أبرامها تاجر إذن تعتبر عمل تجاري شكلي ولو من غير تاجر إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملات تجارية إذن هكذا سنكون سألين الأعمال التجارية الأصلية بطبيعتها والشكلية والمختلفة نتمنى أن يكون الشرح واضح لا تنسوا مشاهدة باقي الفيديوهات التي شرحنا فيهم القانون التجاري وحاولوا أن تعمل فائدة حاولوا أن نستمروا معكم أن تشاركوا هذه المقاطع مع الأصدقاء ذلكم